أبناء الطلاب الأعزاء اليوم سوف نعرض موضوع الرعاية الاجتماعية في الخبرات القديمة وكنا قد عرفنا أن الرعاية الاجتماعية عبارة عن أنشطة إنسانية تصاحرت الإنسانية منذ القدم وتطورت بتطور العلوم والمعارف وأن الإنسان أينما عاش سيواجه مشكلات مختلفة مع بيئته المشكلات دي تستدعي ظهور الجهود للمساعدة وفعل الخير على سنقاطر تواجه تلك المشكلات والعطابات لهذا عرفت البشرية منذ القدم أساليب متعددة ومختلفة في الخدمات الاجتماعية وأيضا مظاهر متعددة لجهود الإنسانية فتابعت على مر التاريخ وأيضا بتوالي العصور المختلفة برزت الخدمات الاجتماعية بصورة أكثر وضوحا وتنظيما سواء كانت برا أو إحسانا أو تعاونا كما اتسمت أيضا بطابع ديني وإنساني فرضته الحضارات القديمة وظهور الأديان السماوية كما سنوضح ذلك من خلال عرضنا للرعاية الاجتماعية في الخضارة الفرعونية سادت في مصر الفرعونية يعني طبيعة جمدة تمثلت في وجود فئتين الفئتين دول هم فئة حاكمة متسلطة بتمثلها الفكام والكهنة والفئة الأخرى ألا وهي الفئة المحكومة والمستغلة اللي بيمثلها الفلاحين والجنود والأمال وعاشت مصر تحت حكم فرعون اللي كان له سلطة مطلقة في الحكم بيستند إلى معتقد أنه سليم الآلهة على الأرض وليس لأحد ما كان حق معارضته أو التصدي لرغباته يمتد كده جبروته وسلطانه علشان فاطر يشمل البلاد بطلها ويعرضها واحتل أيضا ججال الدين مكانة سامية في المجتمع الفرعوني وسهمت الديانات الفرعونية في تأكيد استقلال طبقة الفلاحين بوسطة الحكام يعني ورجال الدين فقد كان فرعون هو الإله كان يملق كل أسباب الرزق فكانت ملكية غالبية الأراضي الصراعية ويملكها له وكان بيهب جنوده أو موظفيه بعض الأراضي ولكن لم ينقل ملكيتها لهم ما كانش بنقله لهم ملكية تلك الأراضي يعني في أي لحظة من اللحظات ممكن هو يطرد من يشاء وقت ما يشاء وكان إنتاج الأرض أو المحصول لما بيطلع كان بيوضع في الصوانة والمخازن والمملكة أيضا له وكان بيهب جزء منها لرجال البلاد والوزراء والحكام والفلاح ما كانش بيحصل إلا على أقل القليل اللي هو يعني يقدر من خلاله يستمر في العمل ومن أجل يعني إيه برضو غيره بالإضافة لكده إن هما ظهر إن الفلاحين كانوا بيوصاته أيضا بالسخرة في بناء المعارض والأهرامات والمقابر كان الفلاح دع حاله أما العمال فكانوا بيعملوا في تكسير الأحجار الصلبة وكانوا بيعيشوا في فق وحرمان وبعضهم أيضا كان بيشتغل في الكسور الملاتية أو عن الأشراف في بناء دور العبادة وكان البعض الآخر بيقيم في المعابد علشان الفوطر يقدر أو يصنع ما تحتاج إليها هذه المعابد من أساسات وبالرغم من الاستغلال في الحضارة الفرعونية إلا إن ظهر برضو مظاهر للرعاية يعني كان كل فرد في مصر الفرعونية ده بيعتبر إن هو بيعيش في منفق أو يعني في حماية فرعون إلا إن كان حماية بعض أنواع الرعاية من طبقة الرقام ورجال الدين اتفنت بالصدقة والإحسان بين السيد والعبد وكان بيأمر الملك بتوزيع اللي هي الصدقات على القراء وهم مقابل كده بيدولوه بالسماء والحمد وكان بيأمر بمنحهم أيضا الملابس والطعام ودهجه وزهر واضح في العديد من اللوحات اللي كانت موجودة على أحد القبور للملوك منهم أمن الحطب الثالث وكان مكتوب عليها وقد أعطيت الكبزة للجائع وسمحت لمن لا يستطيع عبور مني أن يستعمي لقاربي وكنت أباً لليتيم وزوجاً للأرمالة وواقياً لمن يعاني الفطر وغيرها من الخدمات زي إنشاء بيوت للوائل يدهامة والشيوخ والعهات والعجزة والاهتمام أيضا بالأسرة ورعاية الأمام وكثة سيدنا يوسف الصديق يعني قبلك دليل على اهتمامك العوني بإطعام الشعب في سنوات القحط وتوزيع القمح عليه برز أيضا هذا النوع اللي هو المتطور من الرعاية الاجتماعية نتيجة مجموعة من العوامل التعددة فاللي من أهمها العوامل الطبيعية والعوامل الانفوسية والعوامل الدينية ثم العوامل الإدارية والسياسية والاجتماعية وهنعرض لكل منها على حباء على النحو التالي فمثلاً العوامل الطبيعية دي بسبب خصوبة أرض الميل اللي بيقى تحت المصريين اللي هما القرانة الاستقرار وممارسة النشاط الزراعي وبالتالي ازدهرت الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية وكان منسوب المياه في فصل الجفاف بيدعو إلى التعاون بين المصريين ففي عهد مثلاً الملك زوسر انخفض مهر النير فأصدر الملك كتاباً لموظفين قال فيه الحبوب قليلة والفضروات شخيحة فليس هناك ما يأكره الناس حتى غدا كل مرئ يهاجم أقاح ثم حس الملك موظفيه على علاج الحالة وكذا بيكون حسوم على البر والإحسان فيما بينهم الثاني حاجة اللي هي العوامل التكنولوجية والعوامل التكنولوجية في الفترة ديت كانوا يفلح المصري الفرعون باستخدم أهلات طبعاً بدائية لا تنتج إلا المحصول قليل وضائل الأمر تدى إلى محاولة الحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأرض لكي يتوفر إنتاج وفيروائل وإنتاج أكبر واستخدام الألات البداية في الزراعة والربدة في الحصول على إنتاج كبير فارد على المصري القديم روح التعاون عشان خاطر يحقق ذلك هم كانوا طبعاً بيعيشوا في قرى متلاسقة وهو تساعد على إيجاد نوع من العلاقات الانسانية بينهم وبين بعضهم البعض من سكان الخراء المدورة والعلاقات ديت اتسامت أيضاً بالدر والتعاون أما العوامل الدينية فبينجد أن كانت العطيبة الدينية في قلوب المصريين متأصلة منذ أقدم العصور وكان المصري القديم بيؤدي بانتظام واجب البر على الفقراء بغرض فعل الخير تقرباً إلى الأوليها وطمعاً أيضاً في سواد الآخرة حيث أنهم كانوا بيؤمنوا بالحياة بعد الموت لفكرة البعث والخلوب أما العوامل الإدارية فمصر كانت قسمت إلى أقاليم وكل أقليم من الأقاليم بتاعتها كان له حاكم معين من قبل الملك كان بيفصل بين المشكلات بين المصريين وكان بيفصل بينهم بالعدل والحق وفي وصايا بتاع حطب للحاكم قال له قطم العدل لتوطيد مكانتك فوق الأرض وواسي الحزين ولا تعذبنا الأرملة ولا تحرد رجلاً من مراس والده ولا تكون نفظاً لأن الشخصية محبوبة ضرب العوامل دي أوجدت مظاهر حياة قاصية بعد أوجه الرعاية يعني مظاهر القاصية بتاعت الحياة خلت يظهر نوع من الرعاية الاجتماعية وهي توجه الفئات اللي احنا قلنا عليها أما بعد ذلك فهي العوامل السياسية الحكام طبعاً كانوا بيقوموا بتقديم بعض برامج الرعاية الاجتماعية للطبقات أو الشعب وإخوة وفهم من أن هما يقوموا بصورة عليهم وينقلبوا عليهم طبعاً نتيجة إحساسهم بالظلم والضيئ وأن هما يكونوا هندوم شعور بأن هما مستغلين ومش قادرين أن هما يلبوا احتياجتهم بعد كده العوامل الاجتماعية أن مهنة الزراعة ساعدت على الاستقرار وأن نتيجة الاستقرار ده يحصل نوع من التماسك داخل المجتمع وقوته ودوة الأمر اللي أدى إلى مزيد من التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الريفي القديم وعندنا العديد من صور إذاعية الاجتماعية في مصر الفرغانية ومنها رعاية الفقراء والمحتاجين رعاية الشباب واما تؤدي الماعدة والاهمات كان المصريين بيهتموا برعاية الفقراء والمحتاجين كانوا بيدهم للخائر يعني وبيساعده من اليتيم وده ظهر وكان ايضا يعني احنا اعرفنا من وقت بسيط بان الملك المحصد الثالث قال قد عطيته الفبز للجائع فهو ساعد هنا الشخص اللي هو كان محتاج النواة الهاكل وشعر حتى من يستطيع يعني اللي مش قادر ان هو يعدي اه النيل ان هو يستعمل الكارب بكاءه وكان اضل اليتيم وزوجا للارمالة وواطن لمن يعاني الفكر كان بيساعدهم مراعية الشباب ده طبعا كان فيه اهتمام كبير جدا بتنشأة الشباب وكان برضو موجود على الجدران بعض النصائح للشباب وفرعون كان اه فرعون يعني كان بيربي في الاصر عنده اطفال من ابناء الشعب الاطفال دول كان بيطلق عليهم لفظ اطفال بيت فرعون اه بيعلمهم الرياضة ورمي السهام والكتال وبعد كده بيبهم دباط اه لما بيزبرهم وكان بيلحقهم بالمعبد او اه يعني في مدرسة بيتعلم فيها الشباب دول الرسمة والحفر على الحجارة والنحت التماثيل وكان هناك ايضا مكتبات بتحت وعلى المخطوطات تجرب المعبد ديات مصرحيات اه دينية وافلاقية عشان توجه الشباب اما رعاية المسلمين فظهرت طبعا لما انشأ فرعون او الفرعنة بعض الملاجئ ليه والشيوك والعجزة اهم ووظفي الفلاط اللي اما كانوا مبلغوا سن الشيخوفة مغير اه ادرين على العمل فكان بيلحقوهم بالاعمال ليتتناسب مع عبزهم او سنهم وبينفق عليهم حتى اه وفاتهم اه رعاية العمال اه موجود ايضا على الجدران من الهادل ومعبد رمسي ستين كان بخطب فيها العمال فبيقولهم انتم ايها الرجال الطيبون يا من لا تعرفون التعب ويا من توفون بوادي بياتكم على الوجه الاكمل الاغذية امامكم وفيرة والطعام حولك فقد كفيت حوائككم واني محافظ عليها يعني بيقولهم باني قدامهم الاكل وقدامهم الطعام كل حاجة متوفرة ياخدوا منها اللي يكفيهم ودوات نتيجة انه هم كانوا اه يعني بيشتغلهم وبيادوا اعمالهم على اكمل اه والد مراعية الجنود المصريين طبعا كلماء اتموا بتاعيه الجنود سواء صحيا او غزائيا بالاضافة ايضا الى اه اماكن اقامة بتاعتهم فكانوا بيوهزونهم الاراضي وبيعرفوهم من الدرائب وكانوا بيعودوا فيه مناطق كده المناطق دي كانوا بكد عسكرية عشان يكونوا مستعدين على اكمل الوجه عشان يقوموا بوجبهم العسكري لو دعت الضرورة لهذا وعدم اه قدرة احدهم مثلا على ان هو يقدي الوجه العسكري فكان ابنه هو اللي بيقوم في حالة عدم اه كدرة اه فحالة عدم كدرة الابن او عدم موجوده بتعود الارض ايضا الى ملكية فرعة اما الرعاية الطبية فقد اه وجد طبعا العديد من المجارس الطبية واشار اللي كده هيردوت الى ان كام الشفاء في مصر فرعونية كان منقسم الى اقسام وكان كل اه طبيب بيهتم بكسم منها يعني كان فيه خط التخصص ايضا عندهم فكان فيه طبيب للعيون واخر للرأس والتالي في الاسنان والشعب كان بيعالك في المعادد او اماكن شبيهة بالمستشعات في الفترة اللي احنا موبدين فيها اه الرعاية طبعا التعليمية المهتم المصريين ايضا من قدمها بتعليم الرياضة والاحصى والعلوم الهندسة والملفلك والاحياء وغيرها من العلوم والنقش والخفر اه والموسيقى والغناء وكان هناك مدارس ملحقة في المعابد بسمى بيت الحياة كان التلاميذ بيتلقى فيها التعليم الابتدائي واللي كان بيلتحك بالمراحل التعليمية متطورة او متعددة بسمح لهم اه بدخول المراحل ديات كانت بتبقى ابناء الاشراء وبتمارس في معابد في المدن الكبيرة اما المراحل الاولى للتعليم كانت ديات لهم عامة الشعب اه وبكده بنكون اه اوضحنا الرعاية الاجتماعية في الحضارة الفرعونية اه اتمنى ان احنا نكون استخدنا وشكرا وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا